أهلا ومرحبا بكم جميعا يدخل شهر رمضان على اليمنيين دون بارقة أمل في وقف الحرب الدائرة في بلادهم اطراف الأزمة المجتمع في جينيف لا تبدو أقرب الاتفاق إذ يتمسك وفد الرئيس عبد الرب منصور هادي بقرار الأمم المتحدة رقم 2116 في حين ينأل حوثيون وممثل الرئيس السابق علي عبدالله صالح بأنفسهم عن الاعتراف بشرعية هادي البعض منهم يفضل تفاوض مع المملكة العربية السعودية مباشرة باعتبارها قائدة التحالف الذي يقصف مواقعهم في اليمن منذ نحو ثلاثة أشهر وبين هذا وذاك يتنقل مبعوث الأمم المتحدة لتقريب وجهات النظر فما موقف السعودي من التفاوض مع الحوثيين وهل يحل رمضان الدموي على اليمن محادثات جينيف بين الحوثيين والحكومة اليمنية تراوح مكانها لليوم الثالث على التوالي في ظل رفض طرفي الصراع الجلوس معا على طاولة الحوار جهود المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ تصطدم بمطالب الحوثيين إشرك السعودية في المحادثات ورغبة الحكومة تركيز المفاوضات على تنفيذ الحوثيين لقرار مجلس الأمن القاضي بانسحابهم من المدن اليمنية الرئيسية لازم أن اليمنيين يبدأوا يتحاوروا ما بينهم هما لا يحاورون الأمم المتحدة من السهل أن تحط المسؤولية دائما على الأمم المتحدة أنها لم تستجيب مع هذا وأنها تناقضت في هذه النقطة وغيرها ما دمنا لم نصل إلى أن يتفق اليمنيين فيما بينهم سيكون هذا صعب جدا وأن يتحاوروا على قصد أن يتفقوا على أن يبدأوا الحوار والنقاش ما بينهما هذه مسألة أولاً أساسية لازم نركز عليها تضرب المواقف والضبابية بشأن نتائج المفاوضات انعكس على المؤتمر الصحفي المخصص للإعلان عن نتائج المحادثات أشكر جميع وسائل الإعلام والصحافة على تفاعلها وأبلغكم بأننا كنا بصدد عقد مؤتمر صحفي وحرصاً مننا على إنقاح المشاورات قررنا تأجيله إلى وقت لاحق تراشق الاتهامات بشأن تعثر المحادثات لم يتوقف فقط عند وفدي الطرفين في جنيف بل امتد أيضاً إلى زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي ووزير الخارجية السعودي عدل الجبير ففيما وصف الحوثي معارضيه بتنفيذ أجندة سعودية ألقى الجبير باللوم على الحوثيين بشأن عدم إحراز تقدم في المفاوضات وبينما تدور المحادثات في جنيف تتواصل غارات التحالف التي تقوده السعودية ضد مواقع الحوثيين حيث استهدفت الغارات الجوية الأخيرة قواعد للجيش في صنعاء وأهدافاً للحوثيين في صحراء وسط اليمن فضلاً عن محافظة محويت الجبلية التي كانت تعد أحد آخر المحافظات التي لم تطلها حملة القصف التي بدأت في مارس أذار الماضي دينا عبدالقادر بي بي سي نبدأ بالتعرف على ما قالت إليه المحادثات حتى الآن بالتواصل مع مفادنا إلى هناك أنور العنسي مرحباً بك معنا أنور دعني أسألك بعد ما قالت إليه المحادثات حتى الآن هل تتبدد الآمال في التواصل للاتفاق أم أن الحديث عن تمديد المحادثات يحيي هذه الآمال نعم محمد هناك بصيص من الأمل دون إفراط في التفاؤل بإمكان تجاوز العقد الإجرائية التي حالت دون بدء هذه المشاورات فبعد أن كان وفد الحكومة حكومة الرئيس عبد الربو منصور هادي قررت عقد بؤتمر صحفي ربما لتحديد موقف من تأخر انطلاق هذه المشاورات عدلت عن هذا الموقف وقالت أنها أجلت هذا المؤتمر أو هذا الموقف إلى يومين إلى ما بعد يومين وهذا يدل على أن هناك حركة اتصالات ربما تمكنت من إثناء وفد حكومة الرئيس المعترف به دولياً عبد الربو منصور هادي بالبقاء في جنيف وقتاً أطول لإتاحة الفرصة أمام مزيد من الاتصالات والتحركات الدبلوماسية وقبل القليل أي منذ خمس دقائق تقريباً وصل إلى الفندق الذي يظهر من خلف المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد للقاء وفد حركة أنصار الله الحوثية والمؤتمر الشعبي العام وحلفائهم للاتفاق على ما يبدو على خطوات لاحقة تمهيداً لبدء المشاورات هذه خلال الساعات القليلة القادمة ربما هذه الليلة وربما خلال ساعات الصباح الغد كما يؤمل إلى هذه اللحظة الأمال انتعشت قليلاً ولكن كما قلت لا ينبغي الإفراط في التفاؤل فلا تزال هناك عقبات كثيرة والمواقف لا تزال على حالها متباعدة إلى حد كبير شكراً جزيلاً لك أنور العنسي مفد بي بي سي إلى محادثات جينيف حول الأزمة اليمنية ولمزيد من المتابعة لهذه المحادثات ينضم إلينا من الرياض الكاتب والباحث السياسي السعودية سليمان العقيلي مرحباً بك معنا سيد سليمان دعني أسألك مباشرة بعدما سمعناه من وفد حركة أنصار الله الحوثية هل فعلاً السعودية غير معنية بإنجاح هذه المفاوضات وهو ربما ما يدعمه في رأي البعض الهجمات المكثفة التي حدثت خلال المحادثات وخاصة في أسعات الأخيرة لا هذه دعاية سياسية حوثية وإيرانية بالتأكيد لأن المملكة العربية السعودية حريصة على تطبيق وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 وحريصة على عودة الدولة اليمنية لأن ذلك مثل ركيز الاستقرار في المنطقة وللأمن الوطني السعودي والقومي العربي ولكن الحوثيين ليس لديهم إلا ساليب المناورات السياسية والقاء التهم على الآخرين من أجل تبرير الماطلة والتسويف الذي يحاولون تقديمه في جينيف وهم غير معانيين بالتوصل إلى تسوية وهم كذلك حتى الآن لم يظهروا أي إشارة إيجابية لتطبيق قرار مجلس الأمن أما فيما يتعلق بالغارات فالحوثيون يتطلعون إلى أن يكون مؤتمر جينيف يعني هو مجرد وسيلة لإقرار هدنة يسترحون فيها من العناء الذي يواجهونه وقواتهم مجهدة الآن بسبب هذه الغارات ولكن الحكومة اليمنية الشرعية وحلفاء العرب في التحالف العربي لن يوقف الغارات لأن هذه ورقة من أوراق التفاوض لتطبيق قرار مجلس الأمن طيب اسمح لي إذا كان التقدير السعودي هو أن الغارات أجهدت قوات الحوثيين والعناصر المسلحة الأخرى التابعة لهم فما هو أو ما هي وجهة النظر السعودية في عدم سعي الحوثيين لإنجاحها كذا مفاوضات وهي قد تمثل لهم مخرج سياسي ومخرج من الهجمات العسكرية أيضا لا هم في الواقع لا يردون تقديم أي تنازل من المكاسب الحقيقية من المكاسب الحقيقية التي كسبوها بالقوة ويعني بمفاهيم المراقبين والخبراء العسكريين إنه الشيء الذي يؤخذ بالقوة يسترد بالقوة ولذلك التحالف العربي مساند للحكومة الشرعية لأنه هناك قناعة بأن الحوثيين لن يقدموا أي تنازل لصالح الدولة اليمنية ولن يقدموا أيضا أي خطوة ميدانية لإعادة الدولة اليمنية والأمن والاستقرار في اليمن اسمحني أستاذ سلمان أضم الحوار اليوم من جنيف الأستاذ حسن زيد أمين عام حزب الحق مرحبا بك معنا أستاذ حسن ودعني أسألك هل فعلا عدم موجود نية حقيقية لدى الحوثيين وحلفائهم في التواصل الاتفاق هو سبب تعثر المفاوضات وليس السعودية كما سمعنا من وفد حركة أنصار الله بالعكس الدحن الذي جئنا من الداخل كلنا رغبة في وقف القتل الذي يمارس علينا يوميا لا يوجد يمني يتعرض أبنائه ويتعرض هو للملاحقة بالصواريخ التي تقتل الأطفال والنساء والشيوخ وتطال المدارس والمساجد ولا يوجد يمني يتعرض للحصار والموت 80% من سكان اليمن معرضين للموت جوعا وعضشا عنده رغبة في استمرار هذه الحرب العبثية التي ليس لها معنى على الإطلاق لأنها خصوصا في الأيام الأخيرة من خلال الأهداف التي تطالها تستهدف منازل ومساكن في أحياء سكنية لم توفر المساجد ولم توفر المدارس ولم توفر المستشفيات طالت خزانات المياه ومساطر الطاقة والوجود وطالت الطرق قطعت أوصار الحياة ليس في مصلحة أي من يشعر ولديه ضمير إنساني يرغب في استمرار هذا القتال أنا أستغرب من أي أخ عربي مسلم يصر على استمرار هذا العدوان الذي ليس له مبرر على الإطلاق وليس له سابقة تاريخية وليس له مبرر نعم لكن أنتم متهمون سمح لي ساس حسن الحركة الحصية وأنصارها متهمون بكيل الاتهامات للسعودية بدل من إبداء المرونة اللازمة وتقديم التنازلات لإنجاح هذه المفاوضات السعودية الآن ترسل لنا وفد لا يمثلها لا يمثلها وليس لديها القدرة على الالتزام بوقف إطلاق النار يفترض بالأخوان في الملوكة العربية السعودية أن يصحى ضميرهم بعد عمليات القتل والإبادة التي تعرضت لها سعاده وكثير من المناطق اليمني بما فيها حتى كهرباء عدن طالت كل شيء هذا العدوان رغب في القتل للقتل لي يؤدي إلى نتيجة إلا تعميق الأحقاد بين المجتمع اليمني والأخوة في الملوكة العربية السعودية وسيضر الوحدة المجتمعية تاخل الملوكة العربية السعودية التي يدين أفرادها بالإسلام والذين معظمهم من أصول يمنية بما معنى بأنها نزوة وخطيئة يفترض بأن تراجع الملوكة العربية السعودية موقفها لكي تصحح موقفها اللا إنساني واللا أخلاقي الذي اعتبر مدن كاملة سجادة محروقة أريد إبادتها لا معنى على الإطلاق للحديث لو كانت المواجهة مع السعود مع الأخوان أنصار الله أو الجيش فليواجههم في الحدود فقط يواجههم في الحدود وفي العسكرات ما ذنب المدنيين وما ذنب النساء والأطباء أستاذ سليمان يعني رؤية الحوثيين وأنصارهم أن السعودية هي التي تقود العمليات العسكرية ضدهم لذا فهي الطرف الرئيس الذي يجب أن يتفاوضوا معه ما تقديرك لموقف السعودية من هذا الطرح وهل تتفاوض السعودية مباشرة مع الحوثيين إذا كانت تسعى فعلا لإنهاء الأزمة كما أشرت أنت في البداية الحوثيون يريدون الخروج من المأزق السياسي الذي واجدوا أنفسهم فيه من خلال تصرفاتهم وأعمالهم ويردون اكتساب شرعية غير موجودة الآن المعركة الحوثيين ليست مع السعودية مع الشعب اليمني ومع الدولة اليمنية ولذلك فأن السعودية غير معنية بالحوار مع سلطة الأمر الواقع التي تريد أن تنتزع شرعية من العرب ومن المجتمع الدولي عبر الرياض ولذلك أعتقد أن السعودية لن تقيم أي حوار مع هذه الحركة التي سرقت السلطة وانتزعتها بالقوة والترهيب ولزالت تمارس العدوان على الشعب اليمني وتفجر ومن الناحية الأخلاقية لا يمكن للرياض أن تحاول حركات تمنع التراويح في المساجد وتفجر دور القرآن وآخرها في مدينة الحزم إسمحني سيدي إذا كانت السعودية تقود العمليات العسكرية لإعادة الشرعية في اليمن لماذا لا تقود الجهود السياسية لإعادة السلام إلى اليمن رفض الحوثيون التجاوب مع مؤتمر الرياض الذي احتضنته الرياض ورعاه مجلس التعاون الخليجي ورأينا كيف هو الخطاب السياسي للحوثيين خطاب عدواني وعدائي واتهامات وخطاب عن عدوان وعن أحقاد هذه الثقافة التي يمثلها الحوثيون والتي لقنتها لهم طهران هي الحقيقة المشكلة الرئيسية العويصة التي تعيق الحوار السياسي في جينيف لأنها ثقافة الإقصاء وثقافة التفرد باليمن وبسلطته وبمقدراته وبقوته ولذلك نحن أعتقد أن السعودية وأشقاءها العرب يدعمون الشرعية التي الآن تطالب بتنفيذ قرار مجلس الأمن لانسحاب الحوثيين من المدن التي يدكونها يوميا مثل تعز ومثل عدن خلينا نسأل الأساس حسن عن هذه النقاط أساس حسن لماذا ذهبتم إلى جينيف إذن ومعكم حركة أنصار الله وباقي الحلفاء وكنتم تدركون أنكم ستفاوضون وفد الذي يمثل الحكومة المعترف بها دوليا والرئيس عبد الربو منصور هادي دعني أصاح أولا أكذوبة ذكرها الأخ المتحدث من الرياض بأن الحوثيين يمنعون صلاة التراوية مساجد صنعها اليوم تعرضت من حلفاء السعودية لأربعة تفجيرات في سيارة بفخها بينما الأخوة الذين يصلون التراويح يصلونها على نوب الماكروفونات في مساجد صنعها هذا إذا كان سبب كافي لإعلان الحرب على الشعب اليمني وقتله الطائرات السعودية تقتل المصلين سواء كانوا يصلون للتراويح والذين لا يصلون للتراويح الطائرات السعودية تقتل الأطفال والنساء والرجال لا علاقة لها بالشعرية نحن ذهبنا إلى جنيف تلقينا دعوة تلقينا دعوة من الأمم المتحدة من الأمم المتحدة لللقاء في جنيف لا نتحدث مع شرعية هي التي أفقدت نفسها عبد الربو منصور هادي استقال والحكومة استقالت وأصرت على الاستقالة وأوجدت فراغ وهي التي انقلبت على النظام السياسي الرئيس عاد في هذا القرار السعودي نفسها كاطعة اسمح لي قال أنه تعرض لضغوط وبل تعرض للاحتجاز عادة بعد ماذا أنتم كنتم تدركون يا سيدي اسمح لي عادة عادة طيب نحن جئنا بعد بيان نشر في موقع الأمم المتحدة بأن الحوار بين المكونات السياسية وذكرت المكونات السياسية بالاسم المؤتمر الشعبي وحلفاء أنصار الله وحلفائهم البشترك وشركاء الحراك الجنوبي لم تذكر الشرعية على الإطلاق ولم يذكر عبد الربو منصور هادي لم يكن طرف لم يذكر أن السعودية ستفاوضكم مباشرة والسعودية تسر على أنها ليست طرف وأن المشكلة بينكم وبين الحكومة المعترفة بها دولية دعني أكمل السعودية تفاوض بالواسطة وتبحث عن مخرج وينبغي عليها إذا كان لديها ضميء وإذا كان لديها قيام إنسانية وإذا كانت تراعي حسن الجوار مع الشعب اليمني لا يمكن على الإطلاق أن تعرض 20 مليون للموت جوعا وتتأي بأنك تنقذه لا يمكن على الإطلاق بأي ضمير حتى المخبول لا يمكن أن يقبل هذا منضق 28% من عدد سكان اليمن بما فيهم الأطفال 20 مليون عرضا للموت جوعا نتيجة للحصار والقتل السعودي أي ضمير يتحدث عن شرعية مهبول فر من صنعه بعد أن يأصر على استقالته دون تجاوز معلش أستاذ حسن مع الرئيس اسمح لي أن أقاطعك هنا دون تجاوز بحق أي شخص هو طرف في الأزمة أو طرف في الحوار لكن أسأل الأستاذ سليمان هذا المنطق الذي يتحدث عنه الأستاذ حسن والذي يصفه مراقبون وسياسيون من المعسكر المناوئ بأنه منطق القوة ومنطق محاولة تركيع الحوثيين وفرض كل الإملاءات والشروط عليهم يعني يرى كثيرون أنه لا يصلح للمشهد اليمني وتبدو السعودية مصرة عليه رغم كل شيء حتى اللحظات الأخيرة وحتى الساعات الأخيرة والغرات العنيفة التي شنتها على صنعه فما الحل سيدي أولا الوضع الإنساني الذي يتكلم فيه ضيفك هم السبب الرئيسي فيه المملكة العربية السعودية قدمت للأمم المتحدة مليار ريال لدعم المساعدات الإنسانية لإغاثة الشعب اليمني هؤلاء سرقوا الإغاثة والمعونات وأوقفوها على الحواجز ومنعوها من الوصول إلى عدن ومن الوصول إلى تعز ومن مختلف والضالع هم الذين يمنعون وصول الأدوية ووصول الأغذية إلى الشعب اليمني السعودية أسست مركز للإغاثة الإنسانية وفتحت حدودها وهي ترسل للمساعدة يوميا ولكن فيما يتعلق بالحال الحل واضح الحل في قرار مجلس الأمن إرادة الأسرة الدولية والأسرة العربية والإقليم كل الشعب اليمني كله يتطلع إلى دولة يمنية تقوم على أساس قرار مجلس الأمن نعم قرار مجلس الأمن كان هو يفترض أن يكون محور النقاش الرئيسي سيد حسن هل يمكن أن يتعاطى الحسيون وحلفائهم مع هذا القرار بإيجابية وما فرص التوصل للاتفاق في ظل حديث عن تمديد المحادثات لا أدري بالضبط موقفاً صار بالنسبة للقرار الدولي لكننا يمكن أن نتعاطى مع أي قرار دولي حضورنا إلى جنيف حضورنا إلى جنيف واستجابتنا لدعوة الأمين العام تعبير عن حسن نية وحرص على تحقيق السلام والأمن نعم وصولاً إلى الشراكة الوطنية التي كدنا أن نصل إلى توافق وطني حولها لولا العدوان السعودي الذي حرص على إفشال التوافق السياسي حرص على إفشال ربما لا ندري ما هو التوافق لا ندري ما هي دوافق المسؤولين في المملكة العربية السعودية لاتخاذ قرار الحرب على اليمن ومنح التوافق السياسي اليمني اختطفوا الآن القيادات السياسية ويقتلون الشعب اليمني ويحاصلونه شكراً لك أستاذ حسن يعني يمارسون الكذب علينا بأنهم يجتمون مساعدات وقد كذبتهم والأمم المتحدة نفسها الأمم المتحدة نفسها نفت واضح المملكة العربية السعودية في الوفاة بتعاهداتها طيب واضح هموماً سنتابع كيف تنتهي هذه المحادثات شكراً جزيلاً لك حسن زيد أمين عام حزب الحق كنت معنا من جينيف وأشكر أيضاً من الرياض الكاتب والباحث السياسي السعودي سليمان العجيلي ترجمة نانسي قنقر